السلام عليكم لبنات كي راكم جزب اغرقكم بيا مرحبا بكم بقناتكم كوك الينديزات كي معودكم وصفات اقتصادية وبنينا او ميمطان كي ما انا ننديل في مجهودات لبنات ثم تاني تدعموني في القناة التاعي بيش تكبرلي فعلوا الجرس عاونوني باللايكات والجام والباختاج وعطوني التحليقة تاعكم الطيبة تبعوا الفيديو حتى الاخير فرجة ممتعة شا عنا هنا يا لبنات عنا روتين تحفيزي تحضير وجبات واجبات غداء كاملة منها هاد اللوكاتان تاعنا كوردون بلو يجيبني بزاف يجي ما شاء الله ويجيب كمية وفيرة وطبق هائل طبق رمضاني شو عنا معاه عنا هنا يا إيسوب اللي هي حيرة رفقتها معاه بس كو أنا كنت صايمة ووجدت لهم تاني طبق الغداء اللي هو ليبات شا عنا في هاد الوصفات على البلا الرئيسي تاعنا اللي هو كوردون بلو عنا شرائح تاع الدجاج هنا قطعتهم ولي فيليتهم غير بالسكين الوحدي من الأحسن دو بخيفرانس تروحوا عند الجواج هو اللي فيلي هاكم وإلا تعرفون تما تاني حاجة مليحة ولا من الأفضل تتعاملوا الدينت شا عنا هنا تاني عنا معاها باتي شرائح تاع الباتي بالفخوماج إلا كان عندكم كاشير ولا اللي فيلي داع الدينت استعملوها البنات عنا هنا يا كرام فرش عنا فخوماج رابي فخوماج مثلتات والمطارد واللي بالنسبة لي زيبيز عنا فلفل أسود والبابريكا والفلفل أحمر حلو والملح بطبيعة الحال شا دلنا هنا كخطوة أولى لبنات تابعوني دلنا هنا الدجاج تاعنا حطينا في البلوند تخافي تاعنا ولا في الفلاسيات و سيزوني تاع ديت له شوية تاع الملح بانسي زيت له بانسي تاني تاع فلفل أسود وزيت له كلمسة آخيرة بانسي تاع فلفل أحمر ولا العكري حلو هنا اللي بنات كي ما كنتشوفو هنا كنت نسيت وتفكرت آخر لحظة قبل من نفرسي الدجاج تاعنا نحكمو المطارد دلو مغرفة صغيرة على حسب الدوقة تاعكم وإلا ما تبغوهاش يفيتوها معليش مي المطارد يتمشينا بزاف بوكو بليس معا اللحم ولا الدجاج بليتو هنا دلت لها شوية تاع المطارد وكي ما ركو تشوفو فرشتها على السطح التاعه ونبدأ ونفرسو في الدجاج تاعنا نديرو الشرائح تاع الباتي هذا الباتي راب الفخوماج كي ما قلتلكم ونديرو كمية صغيرة من الفخوماج رابي باش ما يخرج الناش ونزيدو تاني حبة فخوماج مو ثلاثات بطريقة سهلة وتوجدو بالخوف مام هاد الطابق جاي طابق دو بخستيج مليح الرمضان مليح الضيوف كي ما كتشوفو أنا هنه يا روليته باريخزوم كي ما الرولي تاع الجيش تاعنا وحكمته بلي كيوغدون هادو لي كيوغدون لي صغار كي ما كتشوفو البنت نحكموه بيان بطريقة سهلة كي ما كتشوفو أنا هنه نستخدم زوج تاع لي كيوغدون باش نحكملي مليح ودأكدو انو لا فخستانا ما تخرج الناش بس كيو أنا قليتها في المقلات غادي تشوفوه معايا ودرتها في الملاقاتا وقعد حاكم روحا ما شاء الله نواصلو العملية نفرسو قاع الشرائح تاعنا أنا أنا ما كترش وانتو ماركنا هنتكون أفراد العائلة لا يبارك عليهم كاتفو ولا كاتروم الكمية ولا دوبلو ديرو زوج تاع السودو وتاع الدجاج وعلا من جهة أخرى رفقتها بانسوب كي ما كتشوفو اللي هي الحريرة حريرة الغرب الجزائري عفوان شادت فيها هنا كي من معتاد أنا اليوم ما غدش نديرها لاب مرمز لاب تشيشة عاد نديرها غيب لفاغين أنا اشتهيتها هاكا اليوم درت معاها حبة بصلا تكون كبيرة حبة بطاة صغيرة بسكو تسمى طن اللاسو بتاعنا زيت معاها تلت حبة تعزرودية يكونوا كبار ربطتها حشي شوية كرافس وشوية تعال معا دنوس جبتها لكم طريق باشا باشا ما ننساش وهنا بالنسبة لي زي بيس زيت معاها فلفل عكري ولا فلفل لاحمراء زيت معاها فلفل اسود شوية ساكن جبير ونص مورف تعال الملح كي ما كتشوفو زوج سنينة تاع التوم والكارية تاع الدجاج اللي هو الجومبو انا رفقتها هنا بالجومبو بسكو المارا اقتعي راه بيدون لوحوم لتغي الكاركاس فقط باش يزيدني في البنة كي ما كتشوفو هنا لبنات وكنت نشير لكم هنا درت واحدة المغارفة صغيرة تاع حبة الحلوة زيت معا الكابابة حبيبات وزيت معا حبة تاع نجمة لند ستقولوني البنات مجيكمش بيزا غلا الحبة الحلوة ايتو هادو ينكهونا الحذيرة ويجونا ما شاء الله ستقولوني جربوها ودعوني معاكم راح تجيكم بنينا وزيت معا هنا يا مغرف كبيرة طومات كونسانتخي وزيت معاها تاني حبة طوماتيش كبيرة سكرفشتها ودرتها معاهم قليتهم مليح ومن بعد زيت معاهم الحميصة اللي هي مشمخة وزيت مرقت عليها بالماء ساخن معاها زوج وريقة تاع الرند بعد ما تجمرت لي هذيك المرقة عفوا زيت عليها التاني كونتيتي وحده اخرى تاع الماء الساخن وبلات لها كوكوت تاعي وخليتها الطيب من جهة اخرى رحت نوجد لهم الغضاء للزوج تاعي والولادي ربي خليهم لي انا عندي اطفال فقط الكبيرة عندها كاترون والصغير عنده بخيسك تخوازون ربي خليهم لي ويحفظهم لي ان شاء الله ربي ويحفظ لكم قاول يديتكم واللي ان شاء الله فيه دلواشير واللي رفعوا يديكم البنات قولوا امين معايا اللي ما عنداش زوج ان شاء الله هي ربي يرزقها بالزوج الصالح واللي ما عنداش وليدات ان شاء الله تاني ربي يرزقها بالوليدات قولوا امين يا رب العالمي قلت لكم هنا حكمت لطبق تاعنا هنا حكمت المقلات ودرت فيها شوية تعبصل ولا نص حبة صغيرة وزيت معها الدجاج تعيب بعد ما تقلالي مع شوية ملح شوية فلفل اسود ناحيتها من المقلات بلا ما يتقرمش لي خليتها طري وزيت في هادك الزيت نفسه سنينة تعتومه للزوج ودت طومات كونسنتري مع شوية ملح شوية فلفل اسود وخليت هذيك الاصوس تتجمر ودرت لهم هاد ليبات كي ما كوتشوفو وديكوريتها لهم بالليف خوماج والمعدنوس باش يتشهوها ويجيهم بنينا وبصحتهم هنا بعد ما طابط لي المرقة التاعي نحيط لها هادك الحشيش اكم عارفين البنات على بالي بالي بنات البلادي فحلات ميكاي اللي مبتدئات ومزرمي يعارفو نفيدوهم وفيدونا معكم البنات هنا الحشيش تعنا توجوغ نحو على البغا ميكسر بسك يروح فيها اكم عارفين تفيداوه انا فضلت اليوم من نطحن الخضر التاعي بعد ما صفيتها طحنتها بالبغا ميكسر مدرتش الرحاة تاعي مانييل ميانا جينيرال مونس تعمل الرحاة مانييل ميلي يوم كتاعي اناكم عارفين مع الصيام ان شاء الله ربي يتقبل من نابرك وهنا بعد ما غلات لي هديك المرق تاعي مع ذيك الخضر حكمتها امبول ولا كاس درت فيها كاس تاع الماء وزيت مع زوجو مغارك كبارت على فاغين عصرة تاع الليمون شوية فلفل اسود راس الحانوت نص مغرف صغيرة تاعي الخمون وحركتهم مليح حرحرتها مليح في هداك الماء من ديروش ماء ساخن بس كيدرون هداك اللي قريمون وضفتها للخالي تاعي تاعي هاد الخالي دفتوه للمرق ونحركوه باستمرار بش ما هديك رافعين متهبطناش وطيبنا وكلا مسا اخيرا دفت لها هنا شوية من زي بيس تاع الحريرة كيما كتوهو في الصورة وضيت كمية مليحة وزيت كمية من الكروية وحركتها مليح وخليتها وعد سان مينت قد ما طابتنا هديك اللافعين وزيت معها كلا مسا اخيرا بانسي تاع النوخة هنا النوخة تاني متجيكوش فيزاغ البناز ادوها من عندي هاد الحريرة الصحية وماشاء الله جيبنينا هاد النوخة دي ديروها في الاخير ستقوني لبنات جيكم بنينا هنا بعد ما كميت لاصو بتاعي دي جران يكمل دوبلا روحو للبلات تاعنا الرئيسي بعد ما فارسينا هذك الدجاج وخليتها في التلاجة يحكم روحو وانتما توما لما كاش عندكم اللوقت لبنات عادي قلوه تمتم هندتما غير فتعة الزبدة دوبتها مع زوج مغارف ولا 13 زيت باش متنحرق الناش ونضيفو لها هذك اللحم تاعنا يتقلاني هنا نعطيكم قاسيس لبنات الميقلات ولا النار تاعنا هنا تكون افن تكون على مستوى شغول نكونوا مزيدين لها بليتو منجمش نشرح لكم مليح نزيدو لها باش تدينا القشرة توجوه كي نقلو الدجاج ولا الحوت في الديبو نزيدو للنار باش تدينا هذك القرماشة وتدينا هذك الكولاخ شابة ولا هذك القشرة الفوقانية كيما كنت شوفوا لبنات ومن بعد إلا عرفتو الدجاج تاعكم عفوا راه خشين ومي طيب يقومش مليح فمن بعد نقصو لنار خلوها اطيبنا على نار هادية أنا هنا يعني يسيق بلي طيب لي بس كو ديفيلي تاعي ولا اللحم تاعي كان رقيق هنا بعد ما تقلالي نحيتهم الميقلات وفي نفس الزيت والزبدة اضفت لها زوج شنينة ولا ثلاثة تاع التوم سكرفشتهم نقلو هذك التوم ونزيدو له واحد الكيس هكا تاع كرام فرش أنا كات عندي باطا اللولا كانت بيتكمل زادني زوج تاعي كيما كتشوفوا ودو كنضيف الكمية التانية هنا لكنا عندكم الشامبينيون رفقا بالشامبينيون عفوا تعني يقلوه مع التوم وقع وزيدو عليه الكرام فرش تاعنا أنا كتافيت باللاصوس بلونش تاعي كيما كي جينا بني بزف تعافوا باللي الكرام فرش ما تجيش بنينة و جي سانتا ما في احتاج و بليتو زيت له شوية تاع الملح وفلفل اسود ونحركو باستمرار كيما كتشوفو حتى شوية تاع قدلنا وكلا بس اخرى ضفت لها فرماج مثلثات كيما كتشوفو البنات هاد الاضافة على حسب اللوغوت تاعكم هنا نحاولو انا ندوبو هدك الفرماج مادة بكمش عادي ان شاء الله الفيديو تاعليوم يكون خفيفة درايف عليكم ما طولتش عليكم البنات هنا اللحم تاعنا راه وجدنا ولا كرام فرش ولا السوس بلانش تاعنا غاي وجدا داتا فلو مول تاعنا عاقاتا وفر اختلا السوس بلانش تاعنا كيما كتشوفو انا بريتها بهدلا كوليغ راحها للماران ما تكونش بلانش وهنا كادافة غادي نضيف لها اه مبشور ولا الفرماج رعبي الفرماج اللي كنا عندكم كاللمسة اخيرة ما كاش عندكم معليش كتفو انو اديرو فلوفو ويت تقاتينا بيان وهنا استعملت اه فرماج مزاريلا مزاريلا كيما كتشوفو اه كا اضافة انا ما كاش عندي في الديبي حتى مباد باش جيبوهولي اه كون كان عندي كون فارسيت بي اللحم تاعي جينا بنين اكتر ميستقوني بهد الفرماج وهد الحشوة الاقتصادية وجاء ما شاء الله زيت رابيت هدي كمية اللي بقات لي ودخلته له فوق تاعي لدرجة حرارة ميتين درجة كون شعلته مسبق ومالفوقو متاح يتقراتينا بس كو كشيرا طايب هنا يا عادي هديك لاصوس زيت جمال والحم تاعنا يدي كولير شابا هنه بغيتو متقلوش هديك لاصوس تاعكم دخلوه دو مينيت ولا ونحوه من الفور كي ما كتشوفو دينا بالمونطعش تاع كي لي بغو هادا الكوردون بلو باني في البيض وشاب لي وغيتو ماي انا اليوم مفضلت شهيد هادا الطابق تنته بغاتيني بالسوس بلونش هنه نديو لاصوس تاعنا كي ما كتشوفو البنات نزيدو شوية تاع المعدنوس كلمسة اخيرة نزيدنا في جامل طابق تاعنا هنه كي ما كتشوفو الحذية تاعنا راي وجدت ان شاء الله تكون اجبتكم الفيديو تاع اليوم ووصفات تاع اليوم واذا اجبتكم البنات معلكم تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا والباختاج وعونوني بلايك وعطوني التعليقات تاعكم اشتركوا في القناة